بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً فيكم متابعينا رجعنا لكم في الدرس الثالث من دروس HTML Text Formatting Elements واللي هنناقش فيه الآن المثال العملي كيف نطبق Text Format Elements اللي أخذناها في الدرس الماضي اللي ما كانش معانا في الدرس الماضي فيه عندنا درسين تحديداً تكلمنا فيهم على Formatting Text في HTML بندعوكم أنكم ترجع تحضروهم ممكن تجدوهم في صندوق الوصف في هذا الفيديو ندخل الآن نتكلم في هذه النقاط اللي تكلمنا فيها بالماضي وبناخدها واحد واحد أولاً Pre-Formatted Text هناخده ك Pre-Tag بنيجي الآن ونتكلم الآن كفقرة موجودة عندي السؤال اللي بدأطرحه لما نيجي الآن نعرض كل الموجود هذه هي الصفحة الأمامنا هذه هي HTML Document موجود لديه فيه Head بدخل البضي لديه هنا H1 وبعد ال H1 لا يوجد أي شيء لا يوجد أي شيء نص موجود في البضي بنيجي نتطلع ونرى هذا النص الموجود على البضي وين مخزن؟ مخزن على المجلد هنا نقف على المجلد اللي هو Learn HTML Listen For HTML Text Format بنيجي نقول Learn HTML هايو هنا الملف هايو بنتكلم Listen For HTML Text Format بنفتحه بنطلع كيف النص الموجود عندي باختصار شديد هو عبارة عن نص موجود برمي على الشاشة هنا بالإضافة لل H1 هذا النص الآن بدنا نضع عليه HTML Text Format بنجي بناخدها واحدة واحدة ناخد الآن كبري إيش لبري بيستوي؟ لو جينا إحنا بدنا نظهر هذه الفقرة كما هي موجودة في التصميم يعني بدي أخليها مقطوعة عن السابق ومقطوعة عن اللاحق ومش كتلة واحدة لاحظوا معايا ال P tag ال Paragraph tag كان بيعمل لي الموضوع هذا ككتلة واحدة ما بيعنيه إنه هنا في سطر أو سطرين يعني مثلا ممكن أنا عملت لنا سطر سطرين وهنا To Enter الآن هذا الكتلة اللي أنا بدي إياها بدي أعمالها في إطار ال P tag هاي عملنا P tag وبنسكر ال P tag هنا فوين هاي Close tag P tag بنجي بنعمل Save بنجي بنطلع على الناتجة الظهر عندي بنعمل هنا Refresh للصفحة ضبط Enter إيش ظهر عندي؟ أيوة ظهر عندي مش ال Paragraph عفواً النص اللي كان موجود عندي وكله كان فوق بعضه وجنب بعضه ظهر عندي كشكله الموجود في إطار التصميم لو وضعنا هنا Enter في النصر حينزل برضو Enter في النصر لاحظوا معايا لو إجت أنا هنا في النصر إجت قلت كمان To Enter موجودين هنا ومعمل Save وبنيجي بنطلع هيك إيش إحنا وضعنا؟ في إطار التصميم سيظهر في إطار التنفيذ هذا بالنسبة لل Pre Tag أصبح لل Pre Tag تعبر عن أنه إحنا بدنا الشكل الموجود في التصميم نفسه يكون موجود في شكل ال Implementation أو التنفيذ نكتفي بهذا القدر من Pre وبنرجع الآن نكمل موضوعنا في القادم نجي الآن بنتكلم عن هذا السيكشن أنا هنا في عندي سيكشن دكتور غزال تيتش ماني مين توبيكس بدي أعمله Headline 2 أصبح بدي أعمل H2 ال Headline 2 بدي أقول دكتور غزال إيش عبارة عن مين؟ عبارة عن اللي هو teaching courses أو courses who teached الرجال درسها هذا ال Headline نيجي إحنا من الكلام الآن اللي بدي يجي بعد هذا عبارة عن Paragraph يعني الكتلة اللي أنا أماني هذه عبارة عن Paragraph بحط ال Paragraph هيك وبقول هذه عبارة عن Paragraph نجي الآن بنتكلم في إطار ال Paragraph إيش بدي أضع أنا في الصفحة هذه في الصفحة إحنا تتوب اتكلمنا حتى نكون ماشيين عن نفس السياق اللي هنا بالمناسبة إحنا قلنا فيه horizontal rule فقط أنا نسيت horizontal rule بدي أضعه وقلنا بعد مثلا هذه بدي أضعها horizontal rule هنا بنتكلم HR لما قلنا HR ما فيش فيه close tag لأنه هو empty tag وجينا هنا قلنا HR بعد الفقرة هذه HR فيه شغلة إحنا وفرقنا بين HR هذا والثاني قلنا إنه إحنا بنعطي للHR الأول attribute عبارة عن width بتساوي 50% أصبح بدي الwidth ممكن يكون ياخد بيكسل وممكن نقوله 50% من عرض الشاشة كيف عرض الشاشة؟ 1000 بيكسل بياخد 500 بيكسل وهكذا تعالي نشوف إيش اللي يصار عندي في إضافات اللي أنا أضفتهم في horizontal rule وكذلك في h2 وفي الparagraph اللي أنا اشتغلت هنا إيش اللي ظهر عندي؟ تعالي نشوف الناتج هاي بنعمل ENTER وبنعمل REFERCH أصبح هاي الهوريز انتر ظهرت عندي البريت أكدنا إنه هي كما تعلمنا وكما فهمنا طرعت الناتج شوفنا الH2 اللي وضعناه في النص وكان هذا هو الH2 اللي في النص ندخل الآن كيف نشتغل text formatting على كل كلمة أو كل جملة إحنا بدنا نعبر عنها بإطارها المطلوب نجل نتكلم الآن بدنا نستخدم bold والimportant text حتى نميز بين التنتين لاحظوا معي البولد لو إجينا نحن عند دكتور غزال وقلنا دكتور غزال بياخد bold وبنسكر الدكتور غزال كbold بنيجي في نفس اللحظة حتى نشوف الفرق بين التنتين عند computer sense بيقول strong هاي strong عند computer sense حتى نشوف الفرق بين التنتين هاي computer sense بنيجي عندي هنا هاي strong ونسكر لـ strong نجي نطلع نشوف ايش الفرق بين التنتين الدكتور غزال أخذ خط عريض والكمبيوتر سانس أخرت خط عريض الفرق بين دكتور غزال لما حطته البولد وبين الكمبيوتر سانس إنه البولد بيدي خط عريض للواجه اللي بدي شوفها المستخدم فقط بدون اي اي اعتبارات أما لسترونج بتظهر خط عريض على الشاشة الخارجية بالإضافة انها تعطي قوة معنى في وين؟ في السيمانتك يعني لما نجي نقارن احنا هنا الآن هنفرق ما بين البي تاج وبين السترونج تاج البي تاج بنعرض على الشاشة خط عريض السترونج تاج بتعرض على الشاشة خط عريض البي تاج ملهش أي اهمية في السيمانتك وين ظهر عندنا السيمانتك بالمناسبة هذه نفدها على الهامش ظهر السيمانتك مع الهتش تي ام ال 5 ليش يا جماعة؟ لأنه بطلت موضوع الهتش تي ام ال 5 هي بس لعرض الشاشة أو إن أنا أعرض كمحتوى موقع وإنتنا نشوف الكلام هذا كإنديوزر بل الآن تعدت الكلام هذا وأصبحت الهتش تي ام ال برضو هي وسيط ما بين الكمبيوتر والإنسان وما بين الكمبيوتر ومحرك البحث أصبح الآن محرك البحث بده يستند على قوة في هذا المحتوى الأشياء القوية واللي بتعطي مغزى ومعنى في المحتوى بيعتبرها محرك البحث وبيقدمها حتى يعطي من خلالها قوة لهذا المصطلح في هذه الصفحة أصبح الآن طالما أنا بتكلم عن الدكتور غزال وهذه عبارة عن صفحة شخصية لدكتور غزال مين بوجهة نظرك أقوى؟ هل إن أنا أضع لسترونج عند الدكتور غزال؟ ولا عند الكمبيوتر سيانس؟ إذا أنا بدي أبرز الدكتور غزال وأعطي الكلمة هذه تحديد الكلمة المفتاحية بنسميها الكيوورد هذه دكتور غزال أعطيها قوة في هذا المستمد أصبح يجب أن أنا أضع سترونج وين عند الدكتور غزال والبولد بحطها في الأقل أهمية أو في المكان اللي ما لهش اعتبار عندي كما الأشياء لإلها اعتبار بنرجع هنا بنتكلم أصبح الآن بتكلم هذه بضع هنا لسترونج أوكي؟ ولو أنا بدي أكمل على الكمبيوتر سيانس أضع لها خط عريض باقتصار شديد بديها البولد لأنه ما لهش اعتبار عندي كلمة مفتاحية بدي أحجز لها اعتبار في هذه الصفحة ممكن أنا هذه بس أبرز لها اللي هو الديزاين تظهر عندي كخط عريض والآي دي نفس الجيسة ممكن إياها بديها خط عريض هاي أديها بولد كخط عريض بدون أي اعتبارات أخرى طيب هيك أنا خلصت الفرق بين سترونج وبين البولد نجي الآن بنتكلم عن شغلة ثانية شغلة بدي أقفز عن الأوتلاين نرجع على الأوتلاين نرجع على الآي اللي هو الإتاليك تيكست والإمفصايز تيكست لو إجينا تكلمنا فيهم اليوم واستكفينا ممكن نستكفي ونوقف الدرس ستبعنا الفرق بين الآي والإمفصايز التنين بيعطي نفس المعنى أو مش نفس المعنى نفس المخرج نفس الأوتكم ابني جي نقول لو أنا الآن بدي أعمل تعزيز لكلمة معينة الإمفصايز الآن هذه عبارة عن التعزيز وبالذات وين في النطق لما باجي بأقول أنا مثلا نيجي نقول على الفقرة الثانية نيجي نقول الدكتور غزان teach his courses بدي أنا أعزز الكلمة teach يعني بدي أدي كلمة teach إنه أنا بعمل تدريس وكأنه هي teach يعني أنا اليوم مدرس بدي أديها قوة في النطق أو قوة في التعبير إيش بديها؟ بديها emphasize يعني em قبل و em بعد هاي em وهيني سكرت وهيني بأجيب teach حتى أدي تعزيز لهذه الكلمة في السياق الموجود بالمناسبة أنا هنا بس بدي أحط paragraph حتى أنا أشتغل على الأصول وفي نهاية الفقرة هادي بدي أحط سكرت الparagraph في داخل الparagraph وزي ما تفضلنا وحكينا إنه عندي nested element شفتو كيف كما هنا وكما السابق اليوم بأجي بأحط القوة تبعي بحطه وين بحطه في الإطار الداخل يعني داخل إطار الparagraph طيب اليوم لما بدأ أجي أقول الإطاليك الإطاليك ممكن تعطي نفس النتيجة لو إجيت أقول الآن بوين بدأ أروح؟ بدأ أروح هنا مثلا teaching نقول مثلا الدكتور محمد غزال بدأ أعمالها إطاليك هاي بنقول I وبنسكر عندي دكتور غزال ها بنقوله إطاليك أنا نشوف الفرق بين الدكتور محمد غزال والتيتش في المخرج النهائي بنجي على الشاشة بنعمل refresh هنا قديش الدكتور محمد غزال هاي الدكتور محمد غزال إيش ظهرت عندي؟ هايها ظهرت كما ظهرت teach ولكن الفرق وين يا جماعة؟ الفرق مش في المظهر مش في الشكل الإخراجي النهائي بقدر ما إنه هذه الإنفساز بتدي قوة في المعنى أكثر من الإطاليك طيب وين هذه هنستفيد منها؟ هنستفيد منها ممكن في محركات البحث آه تبرز معايا أو تفرد معايا آه ممكن ولكن الأهم هتفرد معايا في السكان ريدر حتى يكون موقعي أو المحتوى تبعي accessible للناس اللي بيحبوا يسمعوا أكثر ما إنهم يقرؤوا أو للكثيف بحيث إنه يسمع عندما يقرأ السكان ريدر بيقول دكتور محمد غزال teach his courses أصبح بدي يكون فيه تشديد على كلمة teach كemphasize أو كem tag اللي بتعمل عملية تعزيز على النص أو على الأفعال اللي نحن بنحطها في إطار الemphasize tag تقريبا أنا هيك خلصت الفرق بين البولد لولبيتاك وبين استرونغ وبين الإتاليك وبين الامفسيز الوقت تعدى عندي 13 دقيقة وأنا حطيت عاهد لنفسي إنه أنا ما أعزدش عن 10 دقائق بنكتفي بهذا القبر لهذا اليوم أو لهذا الدرس انتظرونا في الدرس القادم إن شاء الله حتى نكمل مشوارنا في باقي الـ html فورمات اللي هي في داخل هذه المينيو أو داخل هذه الأوتلاين سجدوا الأوتلاين معنا طبقوا اللي اشتغلنا على أرض الواقع اشتغلوا صح تابعوني صح اتواصلوا معايا أي استفسر أنا مستعد له يعطيكم العافية وبركة الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته